حي حضراتكم من جديد في المواجهة ثالثة والأخيرة نتكلم فيها عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة دا إلى جانب منقشة آخر مستجدات الأحداث في تونس وغيرها من القضايا المحلية والعالمية خلونا أو خليني أرحب مضيفي الكريم في السوديو الكاتب والصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل أستاذ أنديل أهلا بحضرتك أهلا وسهلا بحضرتك خليلي في البداية أستاذ أنديل أسأل حضرتك عن متابعتك النهاردة لانضمام الكراكة الجديدة دا حسين تنطوي لأسطول كراكات هيئة قناة السويس يعني انضمام الكراكة الجديدة يأتي في إطار ما نعرفه من مقدرة هيئة قناة السويس على التطوير الذاتي ومشايرة المستجدات بمعنى أنه من المعروف أنه قبل سنوات أجريت عملية توسعة لقناة السويس أو إنشاء قناة سويس جديدة لمسافة طويلة نسبيا حوالي 72 مترا 72 كيلومترا من ترقيم قناة السويس وأضيفت أيضا حوالي 10 كيلومترات جديدة في تطور لاحق بعد حدثة إيبر جيفن وتوسعه للمتبقي جنوبا من قناة السويس على نفقة وبالمجهود الذاتي لهيئة قناة السويس ذاتها كان هذا استعابا لدرس درس المنافسة منافسة قناة السويس مع أي مجرى مائي تجاري آخر على خرائط الدنيا وطبعا المنافسات واسعة من أول قطب الشمالي لحد مشروعات فشلت في المنطقة في منافسة قناة السويس لحد إعادة تأكيد ورد تأكيد اعتبار مش رد اعتبار حيث قناة السويس بعد حدثة إيبر جيفن يعني كانت ربا ضرة نافعة لأنها لعبت دورا حائلا في الترويج لقناة السويس بصفتها أهم شريان تجاري عالمي في هذا السياق طبعا واستفادة كمان من الإنقاذ الذاتي أو إنهاء أزمة إيبر جيفن في ستة أيام بجهود ذاتية جرى أيضا الحديث عن تطوير أسطول الإنقاذ في قناة السويس تاجي الكركة حسين طنطاوي وإضافة الكركات أخرى من قبل في سياق تطوير أسطول الإنقاذ لأنه الكائن الحي دائما لا يتوقف عن تقدم الذي يرضى عن عمل ويقول أنا كده بلغت حافة الكمال ثقي أنه قرر أن يموت قناة السويس كهيئة قررت أنها تجدد نفسها وتواصل الحياة وهي مثال نموذج للهيئات طبعا نعرف أن فيها هيئات كتيرة جدا في مصر بالعشرات نعم يعني حبزة لو استفادت هذه الهيئات المليئة بجوانب الإهمال والدعاة وحتى الفساد من مثال هيئة قناة السويس في انضبطها ومخضرتها على مسيرة التطورات خليا انتقل مخضرتك لمحور آخر متعلقة بحياة كريمة حياة كريمة طبعا من فترة ونحن نتحدث عن حياة كريمة حياة كريمة هو مشروع ضخم جدا يتعلق بأكثر من نصف سكان مصر ولنعطافة إلى فكرة تطوير الريف وتحت عنوان حياة كريمة هو انعطافة قوامها النظر إلى الجانب الآخر من الصورة نتم بالقاهرة جرت الإدارة المصرية في عادتها على الاهتمام بالقاهرة أكثر من محافظات وعلا الاهتمام بالقاهرة والوجه البحري أكثر من الصعيد والاهتمام بالمدن عموما على حساب الريف نعم بصورة الحقيقة خلت في مشكلة حقيقية في تريف المدن ومش في تمدين الريف لأن الريف المصري لم يعد كما كنا نعرفه يعني سكنا للفلاحين المصريين لا هو سكن لفئات عديدة جدا بينها طبعا الفلاحون وطبعا بالنظر إلى ما جرى من تقليص المساحة الأرض الزراعية بالبناء عليها وإلى آخره الحقيقة أصبح الفلاحون في القرية المصرية قطاعا فقط من سكان الريف في قطاعات كثيرة جدا بين الموظفين وكافة الفئات موجودة في الريف طبعا المشروع بضخمته وبتكلفته الهائلة إلى سبعمائة مليار دولار على ثلاث مراحل آه سبعمائة مليار جنيه آسف على ثلاث مراحل أعتقد أنه هو نفقات هائلة جدا أحسن الرئيس السيسي حين قال أنه كل المعدات التي يحتاجها هذا المشروع لتعطى الأولوية في جلبها للمصانع المصرية في محاولة لإعطاء نفس إضافي للصناعة المصرية والتطوير الصناعة المصرية وطبعا محاور التطوير في مشروع حياة كريمة كثيرة جدا تبلغ أحيانا سبعتاشر محورة بتتخطى فكرة إصلاح الطرق وشبكات الصرف الصحي وشبكات الكهرباء وشبكات الكذا إيه رأي حضرتك في تقول أيضا على الخط المشاريع الصغيرة والمتوسطة مهم جدا لأنه أنت لابد أن تحول القرية طبعا في بعض الرومانسيين مصريين يحلمون بأن القرية المصرية تعود إلى مكانات لا شيء يعود إلى مكان علي يعني فكرة أن هي الفراخ والبيض وكذا يعني المسألة لم تعود كذلك فالقرى أصبحت مدنة المصادرة يعني أنا ابن قاري عادة سكاننا خمسين ألفا دلوقتي يعني المسألة ليست بهذا بس طبعا مع الاكتزاز السكاني حصد حتى أن الطرق اللي كانت أوسع بقت أديق وكذا فأنا متخيل حقيقة الجهد الهائل الذي يجري الحادث عنه في تطوير القرى وإن يبقى في صناعات غذائية وغيرها في القرى وإن يبقى في المشروعات المتناهية الصغر يعني فكرة النهوض بحياة أكتر من نصف كان طبعا الكلام بيجري عن تمانية وخمسين مليون أو ستين إلى ستين مليون فالفكرة لكن الجانب المهم الذي أحب أن ألفت النظر إليه أنه كمان مشروح يا كرامي مش بسي نظر المدينة نظر للريف بدل من تركيز النظر على المدينة لا هو نظر الفقراء بدل من تركيز النظر على الأغنياء في بلد في تفاوت هائل جدا في الثروات وفي التساع في خرائط الفقر بتقن الأرقام الرسمية احنا نتكلم عن 29.3% من السكان يعني نحو تلاتين مليون من المصريين تحت خط الفقر وهذا كان مهائل جدا من البشر أكبر من عدد سكان عدد من الدول حولنا فالفكرة الأساسية أنه الريف كمان فيه نسبة الفقر أعلى الإحصاءات بتقول أنه فيه 46% من عدد الفقراء في مصر موجودين في ريف الصعيد وفيه 21% موجودين في ريف الوجه البحر يعني 67% من الفقراء أكثر من ثلثين الفقراء بتبقى للرقام الرسمية موجودون في الريف فالجوهاري في الحقيقة هو اقتحام مشكلة الفقر لأنه ترك الفقر يتفاقم بهذه الطريقة شيء في منتهى الخطور سوى أنه تعطيل لقوة إنتاجية رشرية راكتة من هنا أنا عاوز أقول أنه فكرة موجهة الفقر وتصفية الفقر يجب أن تكون هدفا جوهاري في الميزانية الحكومية الراهنة اللي هي 21-22 ويتحدثون عن هدف انقاص يعني نسبة الفقر بنسبة 1% طبعا هذا هدف متواضع جدا ولا يتسق مع فهنا مشكلة اقتحام مشكلة الفقر وإدماجها في قضية تطوير الريف واقتحامها تحتاج مبادرات جريعة أنا أعرف أن هناك عدد هائل جدا من المبادرات ولو أريد أن أضيف مبادرة جديدة وأنها متسندة لأنه حتى مشكلة الزيالة السكانية كمان لما نقل بالصورة طبعا فيها جوانب عديدة ثقافية ودينية وغيرها لكن فيه جانب اقتصادي إيه الجانب الاقتصادي؟ الإحصاءات ومصر فيها إحصاءات سكانية قديمة جدا بقلنا 100 سنة بنعمل إحصاءات سكانية من أيام الاحتلال الإنجليزي في العشرينيات القرن الماضي إحصاءات سكانية توسعت وتطورت في مصر بتكشف إيه هذه الإحصاءات بخرائطها؟ بتكشف إنه يزيد الإنجاب حيث يزيد الفقر نعم يعني دي قاعدة دي معدلة فإذا أردتم تقليل معدلات الإنجاب تصدوا في الأصل لمشكلة الفقر ليه؟ لأنه مع التعليم ومع وجود فرص تنية والشغل وفرص عمل والشغل وأنه يجد حياته كمان فيه للتطرف من جهة ولا فكرة الإنجاب الغير محدود ولا وعيه هو حتى بأنه تنظيم الناس لأنه ينظم حياته وعلى دخله وإلى آخره فتسود القيم التقليدية وغيرها من قيم التكالية فهنا مشكلة الفقر مسألة مهم وأرجو إنه من بيدهم الأمر رئيسي سيزي بالذات في أي قرارات يزمع اتخاذه تعلاقة بالغير في العيش أو بغيره أن يؤخذ في الحساب فكرة هل هذا القرار وقلص مساحة الفقر أم يزيد ده قرار جوهاري ده خط جوهاري أو وجهة النظر الأساسي لأنه القضية مش قضية اقتصادية فقط القضية قضية اجتماعية وطبعا من بيدهم الأمر الحكومة وغيرها يعرفون إن إدارة دولة غير إدارة شركة وإن القضية ليست قضية إرادات ومشروفات فقط خليني أسأل حضرتك يا أستاذ أنديل إيه علاقة برنامج الإصلاح الاقتصادي بمبادرة حياة كريمة في البعض بيشير إلى إنه ده في ماردة هل الربط من الورح؟ أنا لا أرى ذلك أنا لا أرى ذلك ببساطة إنه حسب المقصود بكلمتي الإصلاح الاقتصادي ما جرى من نهاية 2016 في نوفمبر 2016 مع تعويم أو تحرير سعر جيني وغيره من إجراءات يدخل في باب الإصلاحات المالية والنقدية أو بالدقة محاولة معالجة ما يسمى أرقام مؤشرات الاقتصادي الكل فيه عجز موازنة كذا عاوزننا خفاض وقد كذا فيه نسبة الديون إلى نتج القوم الإجمالي أكثر من 100% عاوزننا تبقى ثمانية وهكذا دي الأرقام الكلية لا تعكس الأرقام الكلية بالطبيعة طبيعة حياة الناس لأنه مؤشر الاقتصاد الحقيقي هو مشتوى معيشة الناس مش أي رقم آخر لأنه يعني ليست القضية إصلاح أرقام اقتصاد الحكومة اقتصاد الشعب هو الأهم الأهم وأنا طبعا لا بأس من إشادات المنظمات الدولية وغيرها 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 لكن أنا أذكر بأن هذه الإشادات كانت موجودة قبل كده ولم تعني شيئا يعني فالفكرة الأساسية أن يشيد الشعب المصري رأي شعب شعب المصري طبعا زي أي شعب ما إحناش بدعا بين الأمم عندنا أغنية وفقرة وفي طبقات وكذا وفي الرئيس سيسي تكلم عن أمية الاختلاف في وجهة النظر في إطار المصلحة العامة فلذلك أنا أدعو للتدقيق في أنه هو اختيارنا إيه بعد الإصلاح المالي والنقد كان واضح جدا التحول إلى اقتصاد إنتاجي لأن ده الحقيق العيب الرئيسي في الاقتصاد الذي ورسه الرئيس السيسي أنه اقتصاد ريعي نعم طبعا وهذا ما يدفعني ودفعني من قبل التركيز على أن القوة الاقتصاد بتقاس بحكتين بإنتاجيته وبعدلته لأنه كمان في نظم كتيرة جدا تطورت وحققت معدلات نمو عالية جدا لكن فكرة مع غياب فكرة المساواة أو الاقتراب المساواة طبعا الناس لا يكونون متساوين في حالة مساواة كأسنان المشط في تفاوتات بس في النهاية الاختيار الاقتصادي والابتماعي والسياسي هل تقصد العدالة يمكن يا أستاذ أنت؟ العدالة دي ما بتتحققش بتوزيع بالضرورة بمعنى التكافل فقط معنى العدالة اللي هي معنى إتاحة الفرصة البناء آدم لما بتحط فيه سياق معين ممكن يطلع بصورة معينة أو يطلع في صورة وده واضح جدا من أول الرياضة لأي حاجة في الدنيا المهم السياق الذي يوضع فيه الفرد فمع إدراكي لأهمية المشكلة السكانية وهو مشكلة مزمنة وقديمة جدا والكلام الذي يقال فيها متكرر حقيقة يعني والحقيقة لا يمكن اتخاذ إجراءات قصرية فيها ولا إصدار أوامر للناس بأنه والله واحد كفاية أو غير أنا لا أقلل من أهمية التوعية لكن أهم من التوعية عندي تغيير بيئة الحياة مشروع تطوير الريف يهدف إلى تغيير بيئة الحياة وفي قلب تغيير بيئة الحياة أنا لا أدعي أنه يمكن إيجاد مجتمع ما فيوش نسبة فقر خالص لكن نسبة الفقر العالية دي في منتهى الخطور وهي عالية جدا خلينا نتحول مع حضرتك للملفة التونسية مجتمس أل حضرتك عن قراءتك للوتيرة التي تؤخذ بها القرارات والمشهد التونسي السياسي كثير بيسأل عن خارطات الطريق كثير بيسأل عن مسؤولين جدد كثير بيسألوا عن رئاسة مجلس الوزراء الجديدة والكثير بيسأل برضو عن بعد التلاتين يوم إيه اللي هيحصل في البرلمان التونسي هل سيعادل حل مرة أخرى؟ إشارياً واحد طبعاً تتدريكي يمكن معاكي أنت ومع زميلتك رهام أنا أكدت أكتر مرة قبل سنتين في أكتوبر 2011 أن تونس ستعيد السنة صحيح ليه؟ في مشهد تخلق كان واضح أن فيه تدفق لمظاهر غضب اجتماعي ومظاهر غضب سياسي في الشارع واضح أنه في الإطار الرسمي النهائي للانتخابات تخلق تناقض بين حاجتين إرادة الشعب في جهة جهة الرئيس في نحو ثلاثة ملايين أعطوا أصواتهم للرئيس قلس سعيد القادم من المجهول تقريباً لا حزب ولا جماعة سياسية خارج السستام كما يقول من خارج السستام بتاعهم وفي نفس الوقت الجماعة اللي زينا انتخبوا في البرلمان مجموعة الأصوات التي حصلوا عليها هي ثلث أصوات الرئيس وحركة النهضة التي تعتبر نفسها رقم واحد في برلمان مشتت ومعلق اللي هي بـ 54 مقعداً الرئيس قلس سعيد حصل على عشرة أمثال أصوات حركة النهضة مثل هذا التناقض حين يوضع في مجال الاختبار هو مرشح لواحد من نهايتين إما أن قلس سعيد يبقى قلس تونس كما أردت وصفه في ذلك الوقت يعني حلم ورح نتيجة أن السياسين المحترفين استخفوا به وتلاعبوا به وكذا وقد جرى شيء من ذلك طوال الفترة السنتين الأخيراتين وصلاً للمشيشي وكذا وكذا الاثنين الجانب الأهم من كذا أنه ظاهرة الثورات أو الموجات الانتفاضات التي تجري في العالم العربي أنا لا أستخدم أبداً تعبير الربيع العربي ولا صورة الياسمين ولا صورة الوتس كل هذه يعني يعني اختصارات مخلة جداً بما يجري يعني هي من صورة ياسمين ده واحد حرق نفسه فجر صورة يعني واحد انتحر أبو البعزيزي نعم فالجوهاري في الحكاية الصورات طبعاً كسب الحرية السياسية والمدنية هدف مهم جداً تحقق شيء كثير من ذلك في تونس وتحقق معه أشياء أكثر خطورة اللي هو توحش التمويل الأجنابي وتوحش الفكرة تفتيك حصانة الدولة التونسية ونمو ظاهرة الإرهاب مع ذلك مع أنه في حدثة قشرية حصلت في تونس تونس أكبر دولة مصدرة للإرهاب وكان هذا شيئاً عجيباً جداً أو يبدو شيئاً عجيباً لأول وهل لكن في العمق التخلف الاقتصادي بالعودة إلى تعليم يعني المستوى التعليمي في تونس ميش مستوى التعليمي لا 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 أصلي التعليم شيء مهم جداً نسق التنمية أنت بتعمل إيه؟ أنت عاوز تعمل تحديث للمجتمع ولا تحديث للنخب تحديث للمجتمع هو الذي يخلق دواماً لتحديث النخب مش العكس إنما تحديث النخب هو يبقى قشري تحديث المجتمع يعني دخوله عصر التصنيع الشامل ولا إحنا ولا هما إحنا دخلنا قبل كده وخرجنا وهم ما دخلوش خالص فدي دي الفكرة من هنا الجانب الثاني إنه فكرة إنه اللي بيحدث في مصر بيعود في أسر بنظرية الأولى المستطرقة على كل الدول لكن ليس بالضرورة أن يحدث بالطريقة التي حدث بها في مصر فكرة إجلاء الإكوان من التاريخ المرئي ودليل على ذلك إنه آخر خبر جاي من تونس إنه رشايد رشد الغنوش اللي راح قدام البرلمان عشرين عام الرابعة قدام البرلمان اللي هدد بإنه إحنا بننزلق إلى عنف في تهديد مبطن باستخدام جهازه السري أو الجماعات الحليفة زي داعش والقعدة وغيرها اللي قبل كده تكلم عن الاستقواء بالخارج سواء الأمريكان أو الأوروبيين والتهديد بدفع مئات الألاف من المهاجرين التونسيين عبر الرباح المتوسط إلى إيطاليا وفرنسا وغيره عاد اليوم ليتحدث بعد أن بانت الكفة الشعبية ميلة فين بعد 87% في آخر استطلاع أيده قرارات قيس سعيد في مقابل 3% اعترضوا عليها ليتحدث بصورة غريبة جدا لكن احنا مطلوب النهضة هتعتذر للشعب التونسي اتنين إنه فرص قرارات الرئيس قيس سعيد فرصة للإصلاح يعني هذا كلام طبعا كله خارج التاريخ لأنه ما سيحدث في تونس مش بالضرورة أن الرئيس قيس سعيد يقرر حل حركة النهضة أو حزب الإخوان التاريخي في تونس إنما في السياق التونسي ممكن يحصل عزل الحركة النهضة مش بالضرورة حل اتنين تركيز الرئيس قيس سعيد على تصفيد ظواهر الفساد هيمث النهضة لأنه الذي يرقب المشهد العربي في تجلياته المختلفة والمتمثلة بصورة عامة يلحظ تحالف جماعة الإرهاب مع جماعة الفساد ده تحالف موضوع جدا موجود في كل الدول وموجود عندنا فيعني هي دي النقطة الجوهرين فمن هنا حركة النهضة اللي بدأت في منحنة بوط من مليون ونصف مليون صوت سنة 2011 إلى أقل من نصف مليون صوت الآن سيتزداد تدهورا في مقابل هل هيتبلور حالة قيس سعيد في ثورة شبه ثابتة الرئيس قيس سعيد عنده تأييد سائل جدا هل هيعرفوا يحافظوا على مكانتهم السياسية في المشهد الدولسي؟ ده السؤال لأنه الرئيس قيس سعيد لا هو منتمي طبعا عكس الترويجات البدائية هنا وقت ما انتخب أنه إخوان ومش إخوان وبتاع حاجات بدائية جدا اللي كانت بيتتقال النما هو تيار جديد تيار جديد نقدر نلحظه أولا من أراؤه الشخصية التي يعبر عنها ميلو مش هو منتمي لإيه لما جاه هنا ورح ضريح جماعة بناصر إيه طبيعة الكلمة اللي كتب اتنين حركات السياسية الحزام السياسي أوله حركة الشعب الناصرية اللي هي تعد ناطقا سياسيا الآن باسم الرئيس قيس سعيد تلاتة هو عنده حزام نقابي هائل جدا والمجتمع المدني قوي في تونس خاصة الانتحاد الشغل أربعة هو بدأ يبلور حاجتين فكرة الحملة ضد الفساد وفكرة إنشاء حكومة جديدة طبعا البعض يستعجل فيه ترشحات كتيرة جدا أبرزها مروان العباسي محافظة البنك المركزي التونسي الأسبق وهو شخصية اقتصادية فأنا أتصور إنه في الأيام القادمة بعد ما اتحاد الشغل قال إحنا عاوزين وزارة مشغرة من عشرين وزيرا وكذا لأن الوزارات اللي أبي كيف بتعامل اتنين واربعين وجد فرصة لحركة النهضة اللي تدعي إنها مش في الحكم وهي في الحكم هي مشغولة بالتمكين عينة مية وخمسين ألف موظف في العشر سنوات الماضية حتى في جهاز القضاء ففكرة التمكين هو طبعا قاعد ينكر طول الوقت الراشد الغنوشي إن إخوان وكذا 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 بس ده معروف في سياق نظرية الإخوان في السياسة اللي هو اجزب اجزب إلى مالة نهاية وتحويل الكسب من عادة إلى عبادة فكل ده بقى مكشوف للشعب التونسي فالشعب التونسي يحتاجي الآن مش إن إحنا نقول أو قيس سعيد يقول هذا هو المصير الذي قال إليه حكم حركة النهضة ولا ثورة لحركة النهضة هو محتاج يقدم البديل اللي هو غير منتام العائلة البرقيبية وبين علي بنسمى العائلة الديمقراطية في تونس ولا العائلة الدينية اللي فقى حركة النهضة وتلافك كرامويل يحتاج أن يبلور طيارا قوميا اجتماعيا جديدا بتوحيد تنسقيات الشباب والحركات السياسية من نوع طيار الديمقراطي وغيره لأنه بعد الحكومة وبعد الحملة ضد الفساد وغيره هيبقى السؤال بعد كده رايحين فين أنا أظن أن الاتجاه الغالب هو لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بعد تعديلات على الدستور تحوله إلى نظام رئاسي ده محور جديد تماما لأستاذ أنديل وله جزء جديد بشكر حضرتك شكرا جزيل أنا الكتب الصحفي أستاذ عبد الحليم أنديل شكرا لحضرتك الله يخليك ربنا شاهدين الكرام بشكر حضرتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة إلى اللقاء